خليوا بالكم ان عمرنا دي مش بادينا ولا ملكنا وعشان كده حضرت النبي علمنا انه لا تزول يوم القيامة قدم عبد حتى يسأل عن اربع مجايز هيسأل لا ده يسأل عن حاجات من ضمنها حاجات احنا متصورين ايه ملكنا فنعمل فيها اللي احنا عايزين ايه بحضرت النبي بقول لنا ايه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن جسده فيما ابلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من اين اخذه وفيما انفقه يا ناراب يد يعني عمرنا ده بنتسئل عليه بالنفس فعمل اللي بتسئل منك ده هتتسئل عنه فلازم نحيا في هذه الحياة وانو احنا مركزين نحيا حياة حقا لان احنا نسأل ان السمع والبصر والفؤاد كله اولئك كان عنه مسؤولة ايه ده احنا مسؤولين عن السمع والبصر والفؤاد كمان فلازم نبقى مركزين فيما اقامنا الله فيه طب احنا مركز ناس فيما اقامنا الله فيه هنتحمل بقى المسائلة من الله سبحانه وتعالى ومش بس كده يا ريت بس هنتحمل المسائلة حياتنا كمان هتبقى حياة وهمية عارفين احنا موجوعين ليه كثير من الناس بقولهم انتوا بتدوروا على السعادة فما تلاقوهاش ليه لانه بتدوروا في المكان الغلط ليه لان انتم مش عايشين يعني مش عايشين انت مش عايشين لحياة حقية انت عايش حياة وهمية والدليل على ذلك ان الدراسة اللي انا قلتلكم عليها اللي انا عملتها اللي بتقول لنا ان احنا بنعيش 6% بس من حياتنا وال94% بنعيش فيها في حياة الاخرين يعني بنعيش ايه بنعيش واحنا مغاميين عينينا عن الطريقة السليمة لعايش الحياة الحقية اللي علمها لنا حضرت النبي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإحنا بنعمل إيه؟ بنهتم بما لا يعنينا فنعيش في الله حياة ما دي مش حياتنا ولذلك كتير من الناس تيجي تتعامل معها تحس معها أن أنت بتعامل مع ابن خلته مش معاه هو تتعامل مع حد تاني هو مش موجود هو مش عايش يعني مثلا لما نفكر في فلان بيحبنا ولا لا العلماء علمونا أن رضى الناس غاية ولا تدرك سيبك من أن أنت تبحث عن رضى الناس أن الناس بتحبك ولا ما تحبكش وها تصدق أن أنت عتشوف نفسك في مكان هو ده تعيكون أصدق مكان هو في عيون الناس لا عيون الناس مرايا غير صادقة لأن أوجاءات كتيرة بتبقى عيونهم مليانة انطباعات من عندهم مشاعر أحاسيس مواقف منك أنت مكنت عندك زنب فيها يبقى إيه اللي حاصل؟ ده يخلينا نعمل حاجات خارجة عن طاقتنا عشان نرضي الناس وإحنا مش مضطرين لده وعلى فكرة ومش من مهمتنا في الحياة إن احنا نرضي الناس فلما تعيش عشان ترضي الناس تلاقي حياتك بتسترسل من إيديك وبتسرق منك ومين اللي سرقها منك؟ مش الشيطان المراتي نفسك الأمر بالسوق وعشان كده تحس إن انت شايل أعباء وفلان عمل كده ليه أنا لازم أفهمه ولازم يحس ولازم يشعر ولازم هو مش عايز يشعر ونزاك اللي حاصل تحس إن انت عليك أعباء وتحس إن انت بتزلي نفسك أيها أنت بتزلي نفسك عارف بتزلي نفسك ليه؟ مش بتزلي نفسك للناس أنت بتزلي نفسك أن انت تتحمل نفسك مالة وطيق وحضرة النبي علمنا ليس المرء أن يزل نفسه قالوا كيف يزل المرء نفسه يا رسول الله قال أنه يحمل نفسه وما لا يطيق يبقى شوف أن تهتم بما لا يعنيك تشتمله على ثلاث مصائق المصيبة الأولى اللي بتخليك تحس بأنك أنت أن هذا ليس بوسعك أن أنت تعمله ما لا يعنيك لا تستطيع أن أنت تعمله ربنا ما كتبهوش في قدرك تاني حاجة يعني أنت وما أنت مهتم بما لا يعنيك بتعاند القدر ولو كان فيه ده فيه خيرك ولو كان كتبهوه الله لك أمر التاني أنت لما بتعتم بما لا يعنيك بتترك ما أعده الله لك من فرص السعادة فبتترك السعادة وبعد كده تسأل نفسك بتشق عليه كمان لما بتترك ما يعنيك إلى ما لا يعنيك بتشيل أحمال هي مش أحمالك فلزاك ما بتعرفش تكد له مخرج لأنه لا يعنيك وزاك أسوأ حاجة بيعملها الانشغال بما لا يعنيك هو أنه بيخليك مشتت وفقد الحضور في حياتك الحقيقية فما نقدرش أن نستشعر حلاوة حلاوة النعمة ولا نقدر نعيش كمان حقيقة وهو معكم أينما كنتم فما بيقاش في حضور إيه اللي حاصل؟ والحضور ده هو اللي بيوصلنا إلى الفرحة بنعمة ربنا سبحانه وتعالى وما نقدرش نغرأ في نعمة ربنا اللي موجودة في قولي تعالى وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوها فما نقدرش نعيش السعادة لأن احنا ضيعين وشتتين ومن أكتر الحاجات اللي أنا شفتها ممكن توصلك للعيش فيما لا يعنيك التبذير في استخدام الهواتف الزكية والتبذير في تتبع أخبار الناس مش بيملق فراغ على فكرة تتبع أخبار الناس لكن بيملق لبنا بالفراغ هو لا يملق فراغ بل هو يملقك بالفراغ أو الله ياريت كمان بالفراغ بيجيب لك شوية حاجات مع الفراغ بقى يعني كمان يجيب لك شوية إخوات الفراغ يجيب لك ألأ على حزن على كآبة فتحس أن أنت ضايع ليه يا سيدي؟ عشان أنت مهتم بما لا يعنيك تسمع خبر فلان طب أنا ممكن يحصل لي زيه يا أخي ما أنت عندك قدر وقدرك مكتوب عليه الله لطيف بعبادي لما شفت الأخبار التي لا تعنيك حياتك انشغلت باحتمالات هي أصلا ما كانتش وردة عليك في حياتك وعشان كده ساعات نفسك الأمرة بالسوق تلعب معك لعبة أنت مثلا مش عايز تتجسس مش عايز تتجسس على حد فتيجي نفسك تقول لك لا أنت مش هتتجسس أنت بس العلم بالشيء ولا الجهل بيه أنت هتعب بس هتشوف بقى شقر كده الأحسن لتجربة اللي هو بيمر بيها تعرفها أنا على فكرة ما أعمنيش اللي هو بيمر بيه ده ده هو قاعد بيحافظ عليه وبيستعين بستر الله سبحانه وتعالى ومفروض هو في ستر الله من ستر مسلما في الدنيا ستراه الله يوم القيامة فأنا مفروض أن أنا أستر ومش أروح أعرف وأبيعمل كده ليه تحت دعوة أن أنا بستفيد وبتعلم لا لا خالص عذا لا يعنين أنت يدوب بس تعرف بس نفسك تقولك أنت يدوب بس تعرف السر بس ومش أت فتبدأ تفتح الباب تشوف الحدث إيه والخبر إيه فتفتح اللينك مثلا وتشوف الخبر عشان أنت عايز توصل بقى إيه السرار بقى بتاعت الناس فتفضل تعمل كده وعلى فكرة أنت ما كنتش راح تشوف سر ولا حاجة أنت عايز تت وساعدت نفسك الأمر بسوء تسميه لك أنت عايز تتطمن بس عليه بعد أن تتطمن عليه تبتدي تقول إيه أنا عايز أتطمن على نفسي بقى فتبدأ بقى ترجمة نانسي قنقر